على طريقة توزيع الحصص والغنائم تتعامل الأحزاب والكتل السياسية مع الموازنة حيث يشتد الصراع عليها وتبرز أزمة إقرارها إلى الواجهة سنويا لسيما بين الحكومة في بغداد وسلطات كردستان العراق وما بين اعتراض أربيل على حصتها في الموازنة وبين إصرار الحكومة في بغداد على تسليم أربيل لواردات النفط إليها يشتد توتر العلاقات بين الطرفين ليعكس جزءا من الوضع السياسي المضطرب في عموم العراق التوتر بين بغداد وأربيل بلغ ذروته مع تهديد الميليشيات المسلحة لكردستان خاصة بعد إعلان السلطات في أربيل اعتقال متهمين ينتمون لميليشيا كتائب سيد الشهداء بعد أن ثبت تورطهم بشن الهجمات الصاروخية على مطار أربيل وإحدى قواعد التحالف الدولي في كردستان زعيم الميليشيا أبو ألاء الولائي وجه رسالة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني واتهمه بانتهاج سياسة ديكتاتورية بحسب وصفه فيما هدد بالعمل على منع تمرير قانون الموازنة رد كردستان جاء على لسان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق الذي حمل قادة الميليشيات الموالية لإيران مسؤولية الكوارث التي يعيشها العراق وأكد على أن قادة الميليشيات يعملون على تدمير البلد وتنفيذ أجندات خارجية فيما أكد أنه ليس من الغريب أن يعيش العراقيون تحت خط الفقر واستسيطرت الميليشيات على ميزانية العراق المالية وبالتالي فإن استهداف أربيل يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق وهو عمل مرتبط بالميليشيات بحسب المراقبين الذين أكدوا أن فصائل ميليشيات الحشد الموالية لطهران هي من تقوم بمثل هذه الهجمات تنفيذاً للأجندات الإيرانية في العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام